في ناس كل ما بيتقلق امام عشور يقولك طب هو احسن ولا حمدي فتحي امام عشور احسن ولا حمدي حمدي فتح احسن ولا امام عشور تفضل المكانة دي طول وقت عشان حمدي كان متقلق جدا السنة الفاتح جدا في نفس المركز بتاع امام عشور في الكرة بيقوله حاجة اسمها بروفايل البروفايل ده مختلف عن ده طريقة اللعب بتاع ده غير ده يعني حمدي فتحي كان مميز جدا في منطقة الجزاء في الكرات الرأسية في الكرات السابتة على المستوى الدفاعي كانوا ربما أقوى من إمام عشور كمان بس تعالى بقى على إمام عشور النحاء الثانية على مستوى المهارات ممكن يكون أعلى من حمد فتحي على مستوى التصويب من خارج منطقة الجزاء يكون يبقى أعلى من حمد فتحي على المستوى الواجبات الفنية اللي بيديها المرسل كورا للعب رقم 8 إن هو كتير أو بيلعب ناحية الجناح في إمام عشور عشان هو أصلا جناح فبيعملها أحسن من حمد فتحي فالراجل عنده مميزات وحمد فتحي عنده مميزات تانية الأهل استفاد من إمام عشور أو استفاد من حمد فتحي وهيستفيد من إمام عشور عشان لسه هم نتكلم في الموراتين يعني مش هنقدر نقول إنه خلاص استفاد بس هيستفيد أكيد من إمام عشور دي بس المقارنة اللي دايما بتعمل بين إمام عشور وحمد فتحي هم ننسى إنه اللعبة مش شبه بعض يعني زي يقول لك إيه مثلا زيدان ولا إنيستا يعني هؤلاء اللي اتنين جمدين ده ليه شكل وده ليه شكل أوه ممكن يعني يطلقوا في بعض الأشياء بس في حاجات ده بيبقى وميز فيها وده يبقى وميز فيها وببساطة يعني دي مقارنة دايما تاريخية في كل اللعبين يقول لك كريسان ونالدو ولا ميسي يعني كريسان ونالدو حاجة أصلا وميسي حاجة تانية الاتنين أساطير بس ده بيلعب بطريقة وده بيلعب بطريقة ده بأسلوب وده بأسلوب والاتنين كبار يعني المقارنة مش لازم تطلع حاجة الاتنين كويسي وببساطة يعني